موسيقى رحب بيكم أحبائي لحلقة جديدة من برنامجنا القصير الصغير المركز في المسيح في إنجيل يوحنة تأملات بنشوف فيها عظمة الرب الإله رب المجد يسوع المسيح قدراته تعليمه آياته معجزاته ولسيامة في أصحاح 11 هنشوف هنا حدثة في منتهى الأهمية هزت الدنيا كلها وكانت نقطة فاصلة في خدمة الرب بعد إقامة العازر في أصحاح 11 اللي هنشوفه دلوقتي بعد شوية اليهود هيبتدوا يهيجوا ويميجوا ويبتدوا يدخلوا في تنفيذ الخطة الشريرة للقضاء على المسيح إذن أحبائي وصلنا في درستنا الشيقة والدسمة في إنجيل يوحنة الأصحاح 11 وده على فكرة من الأصحاحات المميزة في الكتاب المقدس والقصة دي لم تذكر على فكرة في أي مكان آخر في الكتاب المقدس كله البشاير الأربعة ولا في أي مكان آخر لكن لها من الأهمية والعمق الروحي فعلا مقام خاص جدا قصة العازر وإقامة العازر من الموت قصة فريدة من نوعها ونقدر نقسم الأصحاح 11 لبعض الأقسام من آية 1 إلى 16 التحضير للمعجزة من عدد 17 إلى 26 وصول المسيح من عدد 27 إلى 44 المعجزة نفسها وأخيرا من عدد 45 إلى 57 نتائج نتائج المعجزة خلونا نعمل مراجعة بسيطة على الأحداث الرئاسية في إنجيل يوحنة وهي المعجزات الستة اللي درسناها بشكل مختصر على مدار الحلقات اللي فاتت دي لغاية الآن وهي أول معجزة تحول الماء إلى خمر تذكره في أصحاح 2 تانية معجزة شفاء ابن خادم الملك في أصحاح 4 شفاء مفلوك بيت حزدة في أصحاح 5 وإشباع الخمس آلاف بخمس أغفاء وسمكتين في أصحاح 6 والغاية ووصلنا النهاردة لشفاء المولود أعمى أصحاح 9 والنهاردة المعجزة اللي احنا بصددها معجزة إقامة العازر هنشوف في أصحاح 11 دي معجزة رقم 7 بحسب تدوين يوحنة سبع معجزات معجزة إقامة العازر هنا بتعتبر ذروة وقمة المعجزات اللي قام بها الرب يسوى المسيح في خدمته العلنية وكانت الأكثر إقناعا من كل شيء آخر حتى أهم من إقامة ابن أرمال اتنيين في لغا 7 وابنة ييروس في لغا 8 لأنهما حصلتا بعد الموت مباشرة لكن قصة العازر إقامته من الموت هنا حصلت بعد أربع تيام من بقاءه في القبر لأن الجسد يبدأ يتحلل ويتعفن وكان شيء مستحيل أنه واحد يقوم من الموت بعد أربع تيام وشيء جميل أن مريم ومارثة على فكرة طلبوا الرب نفسه بمحنتهم لأنهم أمنوا بقدراته وأمنوا أنه بيحبهم وإحنا كمان ياريت نتعلم الدرس ده أنه الرب بيحبنا وفي وقت ضيقتنا ووقت العسير اللي بنمر به بأي ظروف صعبة نجرع عليه لأنه هو بيحبنا وهلقيه دايما جنبنا كمان في حاجة مهمة هي أنه الرب يسوع كان بيحب العيلة دي بالذات على فكرة لما ندوله مراحش بسرعة لكن نتأخر أربعة تيام لغرض معين وهو أنه عايز يشدد إيمانهم أثناء انتظارهم بإقامة العذر يعني قبل ما يقيم العذر مش بس أنه يروح لهم عشان يشفيه لكن يروح لهم عشان يقيموا من الموت بعد ما يموت بأربعة تيام وده بيذكرنا بحاجة أنه أوقات الرب بيتأنى وبيقصد أنه يتأخر علينا شوية بحسب توقيتنا عشان يشدد إيماننا وعشان يظهر مجد لهوته وقدراته طريقة أروع وأسمى عشان كده خلينا ننتظر الرب بصبر وانتظر توقيته وما نستعجلش ونفرض عليه توقيت معين توقيته دايما بيكون هو أفضل آخر ملحوظة حابب أشارك بيها في الجزئية دي هي العبارة اللي قالها الرب يسوع في عدد أربعة أن هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به حبائي أي موقف أي موقف صعب بيواجهنا كمؤمنين بالرب يسوع إيمان حقيقي لازم ينتج عنه تمجيد لله لأن الله قادر على أن يخرج الصلاح من أي موقف صعب إن آجلا أو عاجلا لأن الله صالح في كل ترتيباته وتدابيره صالحة بتكون دايما لمجده والخير أولاده دايما لمجده والخير أولاده وكمان بتكون لتنقية حياتنا وتقوية إيماننا وده الشيء اللي أوقات بنجهله أو بيغفل عننا أنه يا ترى إحنا بنضيع وقت لا ده الرب بيشغال علينا بيشكل في شخصيتنا وبينقي في دوافعنا بيعلمنا دروس بيقوي إيماننا بيسمى جلدنا إنجاز التعبير عشان نكبر في علاقتنا معاه ونكبر وننضج في تحديات العالم اللي بنمر بيها باريت بدل ما نتزمر ونشتكي ننتظر ونشوف إيد الرب بتعمل في حياتنا ونشوف في ألمنا ومتعبنا فرصة عشان نمجد الله ونكرمه دائما ولهو كل الكرامة والمجد إلى الأبد آمين